أكتر حاجة بتسعدنا هو إن احنا نعيش الحب الحقيقي الحب الحياتي اللي هو بيعبر عنه بمسلس مسلس الحب أو هرم الحب اللي أنا دايماً بتكلم عنه اللي قعدته هو الأمان وأضلاعه والاهتمام والاحترام والتأدير من أكتر الحاجات اللي بتخلي الناس تحس إن هي في أمان وبكده تحس إن هي من أهل الحب الحقيقي والحياتي حاجة كتير لازم ننبه عليها وهي مهارة اللي لازم نعلمها للمقبينة على الزواج ولازم نعلمها للأزواج المهارة دي حاجة مهمة أولى والناس ما بتلتفتش إليها هي مهارة وخلق الاعتذار ليه كده؟ هو الاعتذار ده مش بيجر علينا إن إحنا ممكن نكون بنقع في الأخطاء لا الاعتذار مش بس يكون عن الأخطاء الاعتذار ممكن يكون كمان عن أشياء إحنا تسببنا فيها من غير ما نقصد فالاعتذار ده مهارة مهارة بتعبر عن اتزان نفسي مهارة بتعبر عن كمان جمال للروح الاعتذار ده خلق أقول لكم حاجة الاعتذار لا يخرج إلا من قلب أشرقت فيه الأنوار أقول لكم كمان الاعتذار من شام الكبار مش من شام الصغار طب هنقول كده ليه؟ لأن فيه كتير من الناس بيخافوا إن الاعتذار يصغرهم لا الاعتذار بيكبرهم وزي ما قلت لكم الاعتذار ده مش بس بيكون من الناس صغيرين بس لا ده بيكون من كل الناس وبيحصل إن الإنسان لما يعتذر يحصل له حاجة لطيفة قوي إنه يتخلص من انتفاخ الإيجو ويتخلصهم من سورتهم عن نفسهم اللي هي بتكون مال يعنيهم فالاعتذار ده بلا شك أحد أهم أشكال الابتزان الشخصي وأحد أهم أشكال توكيدي الزات والثقة بالنفس ولذلك تعالوا نشوف كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إزاي فتح لنا باب الاعتذار حضرت النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه ببساطة خالص حضرت النبي ييجي ويعتذر لأحد الصحابة إنه هو طعنه في بطنه ويطلب منه إنه يقتص منه الله على جمال الأخلاق حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم ويعلم الناس كلهم من الاعتذار يعلم الناس كلهم إنه هو حضرت النبي صلى الله عليه وسلم مش شايف إن الاعتذار ده من صفات إلا صفات أصحاب الأنوار فحضرت النبي يقول يوصفوه الصحابة ويقوله إن رسول الله إذا أقسم على شيء ووجد الخير في غيره ماذا فعل؟ فعل الخير وكفر عن يمينه لازم نتعلم إن الاعتذار ده هو نوع من أنواع قوة الشخصية يبقى الواسق من قدرته هو اللي بيعتذر لأنه عارف إنه مردود الاعتذار أكبر بكتير من المعاندة والمصدمة وإرادة تكسر الآخر والصراع عارفيني الصراع؟ وإن الروس تتساوى ويبقى إحنا أنا مش غلطان وروس تتساوى عند الخطأ لا الشخص المعتذر هو كمان بيعمل حاجة مهمة جدا فاكرين حديث الرسول الله عليه وسلم هو بيتكلم على إن إحنا نلتمس الأعذار للناس وإن دوت من علامة قوة الإيمان وحسن الإيمان الإنسان اللي بيعتذر بيعلم الناس أنهم يتجاوزوا أعذرهم ويكونوا صادقين معاه أنا ما شفت الشيء بيعلم الإنسان الصدق اللي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة يهدي إلى الجنة فالصدق يا سادة من أهم علاماته الاعتذار أقول لكم حاجة عارفين إن الستات والرجالة بيتخنقوا ليه وبيبقوا قلقانين ليه لما يشوفوا الراجل لما تشوفوا الخطيبة المخطوبة تشوف خطيبة ما بيعتذرش أو لما يشوف الخطيب مخطوبته ما بتاعتذرش عارفين بيقلقوا ليه لأنه بيحس إن الشخص دوت وكأنه مصصادق وكأنه مش هيقدر يكون في أمان معاه ليه؟ لأن الإنسان المتزن لو ما اعتذرش بيحس بوغز في الضمير بل الإنسان على نفسه بصيرة وعشان كده هو بيعتذر لإن فيه بصيرة جواه بتقوله لأ أنت كنت مخطئ فلازم تعتذر ويحس إنه إنسان محترم لما يعيش بثقافة الاعتذار لأن ثقافة الاعتذار على فكرة جزء من الإيمان لأننا اتعلمنا أن الاعتذار من التوبة وكل من قدم وخطاء وخيره خطائينا التوابون ولذلك بيبقى الاعتذار جزء جزء لا يتجزأ من استثمار الإيمان اللي في قلوبنا ففي الحقيقة الاعتذار هو التوبة الحياتية أنا بحب أسميها التوبة الحياتية والإنسان إذا قصد بالاعتذار أنه يدخل في الذين يجدون حلوة الإيمان هيجد قلبه مليان بالإيمان ويعيش في الإيمان القوي فيبقى قلبه قوي ونقي وعنده صمود نفسي عجيب من أكتر الحاجات اللي بتجلب الصحة النفسية والمناعة النفسية للإنسان هي ثقافة الاعتذار أو الله ليه؟ الرجل المعتذر ده بينزل العباء من على نفسه ضغط انقذر العباء عن الناس